أمس ونجاي حصل موقف جميل جدا وأعجبنا حقيقة وحبيت أذكره على عجل وقفت بالطريق على السريق أبا زينق هوا والشاهي بتقهوا وبكمل مسيّان مع المغرب وقفت في سيارة قبل ما قفي يعني مسافة بسيطة محترق سين علي حادث يبدو أنه لا كم يوم ومحترقه والحادث واضح أنه شوي يبدو أنه شنيع فعلى بال ما شابا على قهوها بيتذهب كتب تمشى ورحت تمشيت ووقفت عند السيارة وجلست أتأمل يعني أنا بستفيد من نفسي يعني اختار السرع والواحد يدخل به وجاسب هالأمور ما خدت لي يمكن خمس دقائق أو عشر دقائق إلا اللي يقول سلام عليكم تعرفون صوت السيارات بالسريع ما يلفت انتباهي كذا ووقف أحد أو كذا التفت وثل رجال كبير رجل عاقل وثقيل شروع من يسمعون شروع الحاضرين سلمت عليه وسلم أنا جزامت أنه يبي غرض ولا يبي حاجة عجله لكن هو بادرن بالكلام قال الحمد لله على كل حال ومعوضين خير ومعوضين خير ومعوضين على سلامتكم ووالله إن شاء الله ربي يشفيهم ويرحم إنسان أحد المتوفي ما خلانا يتكلم قلته آمين وتبسمت بوجه وقلت بيض الله وجشك لكن والله الله يسر عليه لا والله ما عارفه قال ما هو بتبعك الحادث قلت لا والله لكن أخول لي عسى الله يشفيهم ويرحمهم إن كان أحد منهم متوفى المهم قال لي يا جل أنا بامش قلت لا لا ما انتم ماشي وين تبي هذهك هوتي خلأ خذنا وفنجال أنا الحقيقة يعني شد انتباهي وقفته فقال لي أبشر تقه وين واخذنا في إنجال قلت يا رجل أبس ألك يعني أنت لحين بس سريع وغالباً اللي بس سريع يبيل وصله وقفت عندي يعني له بلآن حادث ولا واضح إن الحادث مبطي قال أنا والله شوف أبقولك حاجة لنفسي أنا عندي مبدأ لا شفت حاجة تحتاج أن الواحد يقف ويوسع صدر صاحب المصيبة فأنا باقف والله لو معي سعاف أنا توقعت أنك أنت رأي السيارة فأبو وسع صدريك يبدو أنه مصيبة عليك قلت طيب يعني هل هالأمر ذا مبطي معك قال أنا من عمر الدنيا أي أمر من كبير وصغير أحتاج أنه في حاجة جبر خاطر فأنا باقف قلت طيب والمقابل قال المقابل أتلذذ به يومي الكامل أتلذذ بشكل غير طبيعي المهم درد اشتنوا إياه وتوكل الله أنا بس لفت سريع حول هذا الأمر يا جماعة يا فضل والله أننا نغفل عن حاجة مهمة جبر الخواطر لا يحتاج الكثير لكن يعني الكثير جبر الخواطر مع العمالة جبر الخواطر مع الأطفال الآن دائما المشهد هذا يحصل تدخل المناسبة تبي تسلم فالناس بعض المرات ينسى صغير ما يسلم عليه ثم تلقى صغير يمديده ما أجمل أنك تحتوي هذا الموقف تضمه تقبله تدعيله تشجعه هذا الطفل لن ينسى لك هذا الموقف يا جماعة كعب بن مالك ماذا يقول كلمة خلدها التاريخ لن أنساها لطلحة بن عبيد الله يوم نزلت آية التوبة وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقام طلحة واحتضن كعب فقال طلحة كعب والله لا أنساه له جماعة جبر الخواطر تلقى مريض تلقى عامل تلقى أختك ضيق صدره تلقى بنفس المجلس أحداً بس يحتاج من كلمة كلمة وحده والله لن تنسى وكلنا عشان بس ما أطول درسنا وعايشنا ورحنا ما تنسى الكلمة الجميلة اللي التفت عليك رجال وقالك لا ما شاء الله تبرك الله أنت اللي فيك كذا وأنت اللي فيك كذا وأنت البطل هذه الكلمة تصنع من قيمة وتبرد لك خاطرك وتوسع صدرك وجميل لن تنسى وكل ما تشوفه تقبل رأسه تدعيله بالخير لأنه جبر الخواطر ولذلك نحرص على هذا المبدأ الجميل النبوي الله ينسى ولا تكلفك شيء ولا تكلفك ولا أي شيء